اشتركوا في القناة صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وفي هذا البرنامج يعني نفتح بواب التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير الخدمات التي تقدم هيئة الصحة عبر مستشفياتها وعبر مراكزها الصحية الأولية والمراكز الطبية المتخصصة كذلك فاللي عنده أي ملاحظة أي اقتراح أرقام التواصل معنا 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على كم عيسى؟ 4-0-0-6 صح؟ يا سلام عليك إذن مخرجنا اليوم عيسى سبيل عيسى طولت ويانا شوفك اليوم ويانا ها؟ إن شاء الله دوم دوم ويانا بالعكس نتشرح دائما بوجودك وأيضا في التنسيق معنا المبدعة ميرا لغفلي صبحكم الله بالخير جميعا واليوم عندنا يعني موضوع وايد مهم ما نطرحه في حلقتنا اليوم ما نتكلم عن تمكين أصحاب الهمم من الرعاية الصحية الفائقة ها؟ هذا الموضوع الرئيسي لكن هذا ما نفتح إن شاء الله بعد الفاصل بتكون معنا بإذن الله في السوديو الدكتورة الطيفة الرسوماني مدير مكتب خدمات دوي الهمم بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأورية لكن قبل ذلك خلونا نصلط الضوء على أبرز ما تم طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد في حسابات هيئة الصحة بدبي اللي ما نتعرف عليها مع الزميلة أسمى الجناحي صبحت الله بالخير أسمى؟ صبحت الله بالنور السرور وخير محمود أسمى أول شيء خلينا نذكر بحسابات هيئة الصحة بدبي ونحن على فكرة موجودين لايف على انستجرام نور دبي اللي حاب يتابعنا بعد كذلك أسمى أنا دايما أنسى الآيبات الثاني اللي المفروض أطلع منها لايف على حساب هيئة الصحة لكن باتر إن شاء الله ما رح أنساه هو موجود في السيارة بس انفضي عرفتي؟ زين خبرينا شو حسابات هيئة الصحة وأبرز ما تم طحن حساباتنا على توزر الانستجرام اللي هم دي اتش اي اندرسكور دبي وحساباتنا على الفيسبوك يوتيوب واللنكدن وهو دبي هو التفتورتي وهيئة الصحة بالبي أبرز الأشياء اللي حي قاعدين نركز عليها الشفترة الحالية اللي هي العودة للمدارس ويدمو هات صح إنه غلط إنه عيالهم يسرون ولكن يسرون زين والله السهر مبزين حق الصغار والكبار لأنه هاي مضم الملاحظات اللي اتنا أمس كنا حاطين نصايح إنه تعويض الطفل عن نوم المبكر بشكل تدريجي فقالونا أطلاً هذا مفوض يسوون الأمهات هم مفوض بث ما يسوون مثل من صحب تدريجياً لا يصدمون الياهل في أول يوم خلاص وغصب وصريخ وهذا كله أريح لهم وأريح للاهل وأخذ صدعة أنه تدريجياً يعودون على نوم بكر ساعتين كل يوم يلقصون ساعتين زيدون ساعتين غير هذا نحن مكلفين الجهود في النصايح نتمنى الناس تابعنا على السوشيال ميديا ويشوفون نصايحنا وغير هذا النباس لدينا قيادات في خدمتكم بيكون مع لكتورة أحمد المسمار وهي مدير إدارة الأسنان في هيئة الصحة يبقى يفرفض، يبقى يتكلم نحن بنحط بوست عقب شوي نبقى كل اللي في خاطر هم يكتبونا وإن شاء الله باطل راح أتجاوب عليه جاوب عليه كل الأسئلة والتسارات والملاحظات والشكاوي دكتور أحمد المسمار نزيل أسمر رايش ما سوا حق صغرية يوغا هو يسوي يوغا بس يركزون معك لا أخبركم عن اليوغا بعد ما الطفل يكون حركي يعني دايما يكون في الحماسبة دايما الرياضة لاتن تتناسب معك الطفل وشو ميولة فهل الأشياء باكنا مكتبين عنها أمس العيادة الذكية أن النشاط البدني يتم وضعه بشكل يومي مو بس في المدرسة حتى الأم والأب بس خلاص عندهم حصة رياضة مرة في الأسبوع فلن لازم يتحركون يوميا صحيح ونستم برسالتنا أعمل على تعزيز ثقتك بنفسك وقدراتك ثقتك هي من تجعلك تؤمن بأنك قادر على وصول إلى أهدافك صحيح يزاك الله خير يا اسمه ونشوفت باشر إن شاء الله إن شاء الله مع رسالة جديدة وأيضا يعني جرعة من الإيجابية كذلك بعدها فلصة بات سوشيل ميديا جديدة إهي إن شاء الله يا رب شكرا لك يا اسمه وبالتوفيق دائما طبعا اسمه الجناحي مسؤولة الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحة في دبي كانت معنا عبر الهاتف العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر يعني عنوان غريب يقول يستمر للعلماء في محاولتهم لفهم العالم من حولنا ويكتشفون في كل يوم يعني معلومة جديدة ومعلومتنا اللي كشفوها لنا أنه لتكون يعني في آخر الأبحاث والله بحث مثير للاهتمام يقول لك توصل علماء من ألمانيا وأمريكا واليابان وهولندا إلى طريقة بسيطة لتحديد متوسط عمر الكائنات الحية وأوردت جمعية ماكس بلانك الألمانية نتائج الدراسة طبعا وفي التفاصيل وجد الباحثون أن أنواع من الديدان الإسطوانية في حجم نوايات خلايا أحد أنواع الديدان الإسطوانية تبين مدة حياتها وكلما قال حجم المحتوى الخلوي زاد متوسط العمر المتوقع للكائن يعني من خلال هذه الخلية ممكن أنهم يتعرفون على العمر نحن نقول العمار بيدرب العالمين ولا شو رايك عيسى العمار بيدرب العالمين في كل أحوال يعني حتى أيحد يقولك والله أنت عندك العمر عمرك بيكون عندك جدامك شهرين أو ثلاثة شهور لا يا أخي نحن نامن أن العمر بيدرب العالمين فهذا اللي يعني حثنا عليه ديننا وهذا اللي نامن فيه مهما العلم تطور ما حد يقدر يحدد يومك ولا يقدر يقولك أنت بتتوفى في اليوم الفلاني ولا اليوم العلاني مهما العلم تطور وحتى لو قالوا لك ما ظني صح اليوم صادفت معاهم بعد غلط لأنه خلص فيه مسلمات عادي نامن فيها طيب كانت رمسي أسمع عن اليوغا يقولك أكدت دراسة بريطانية حديثة أن رياضة التأمل وعلى رأسها اليوغا لا تقلل أعراض الاكتئاف فقط بل تحد من خطر الإصابة بالسرطان من خلال تغيير الحمض النووي الخاص بالإنسان طبعا في جامعة كوفنتري البريطانية أجرى الباحثون دراسة على ملايين الأشخاص وقالوا أن في ويدين حول العالم يتمتعون بالفوائد الصحية للتأمل لكنهم قد لا يدركون أن هذه الفوائد يمكن أن تغير نشاطات الجينات وتحسن من الصحة العامة وأوضحوا أن الأمر ببساطة هو أن تداخلات العقل والجسم تتسبب في توجيه المخ لعمليات الحمض النووي في طريق يقود في النهاية لتحسين الصحة بشكل عام وكانت الدراسات السابقة أثبتت أن ممارسة التأمل لمدة 25 دقيقة يوميا على الأقل على مدار تقريبا ثلاثة أيام متتالية تقلل مستويات هرمون الكورتيزول المعروف بسم هرمون الإجهاد وتزيل التوتر والضغط النفسي يعني 25 دقيقة تشد أنت روحي في اليوم فالظهر بقللها إلى 25 دقيقة يمكن ما هي مو قضية أني أنا أبغي تأمل ممكن أن يلس في قهوة ممكن أن يلس في مكان عام لكن الفكرة وين أن هذه الساعة ما أبغي أي إزعاجييني يعني لا أبغي يلس في أحد أسولو فيها ولا أبغي أي إلس أطالع تيلفوني ولا أي إلس هذا لا أشرب لي قهوتي ونتذه في سبحانيتي يعني أحاول أسويها في الأسبوع 6 مرات 5 مرات فطلعت والله شغلة يعني جيدة علميا أنا ما كنت أدري فعشان شيء الواحد بيتمشي باب على طول أي سيهز راسه يهز راسه ويقول لي فاصل إن شاء الله لحن نعطيكم فاصل للتأمل ونرجع بعد الفاصل مع دكتورة لطيفة الرسماني مدير مكتب خدمات ذوي الهمم بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية موضوعنا الرئيسي تمكين أصحاب الهمم من الرعاية الصحية الفائقة أتمنى أي حد يسمعني حاليا من أصحاب الهمم بعد إذا عنده أي مداخلة ممكن أن يشاركنا فيه على الأرقام 600551414 أظن نحفظ الرقمها وعلى 4006 وأيضا موجودين على إنستجرام لايف فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم مميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا كنت تكلم عن رياضة اليوغا فيأتنا يا رسالة تقول إن بردية دبي في مكتباتها العامة تتسوي في كل ويكند يعني مثل كلاسات يوغا بس ما أعطوني التفاصيل لأن البرنامج فصل ورديت مرة ثانية فما ما حصلت التفاصيل فإذا كنت تسمعينا بعثينا التفاصيل ما ندعي الناس ليش لا يسوون كل ويكند يوغا ما أدري بلاش مسوينا مبلاش الدعوة عامة فيه للنساء ولا للنساء والرجال ولا يعني نبغي نبغي نعرف التفاصيل إذا حد من بلدية دبي بعد يسمعنا يخبرنا مو كيد داخل ويانا بالعكس هذه الشغلة من حتى الناس إنهم يروحون عليها عموما قلنا إن اليوم حلقتنا بتتحدث عن تمكين أصحاب الهمم من الرعاية الصحية الفائقة هيئة صحة في دبي قطعت شوت مهم على طريق يعني أعمال التطوير الشامل المتصل باستراتيجية دبي لأصحاب الهمم وبالتحديد المحور الرئيسي الخاص بالصحة وإعادة التأهيل والتي تستهدف الهيئة من وراء توفير الرعاية الصحية الوقائية الشاملة وعالية الجودة لأصحاب الهمم وأيضا توفير جميع الأدوات والتجهيزات الحديثة المرتبطة بالفحص والتدخل المبكر التدخل المبكر لتقييم ودراسة الاحتياجات الصحية لهذه الفئة المهمة من المجتمع فضلا عن تمكين دوي الهمم من خدمات الرعاية الصحية من خدمات الرعاية الصحية وتأهيل يعني متخصص ومنخفض التكلفة كل هذه الأمور حقيقة أنا يمكن ما كتعرف أن عندنا برنامج قوي مثل هذا في هيئة الصحة فبتعرفنا أكثر عن هذا البرنامج دكتورة لطيفة الرستماني مدير مكتب خدمات ذوي الهمم بقطاع الرعاية الصحية الأولية صباح شالله بالخير دكتورة وجربي من المايك عيسى إذا بس ساعدنا بس في عملية أن نضبط المايك حق الدكتورة دكتورة أنا ما كتعرف أنه عندنا أصلا مكتب لخدمات أصحاب ذوي الهمم يعني فيه مجهود كبير أنتم تقومون فيه أنا ما كتعرف عنه وسبحان الله تعرفت عليه بالصدفة فأبغي أعرف وعرف الناس أول شيء أنه إذا إينا نتكلم عن اهتمام دبي البالغ بأصحاب اللي همم كانت هناك استراتيجية وتوجيهات واضحة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم لأهد دبي في هذا الإطار وهو الداعم الأبرز والأكبر لهذه الفئة من المجتمع وعنده العديد من الأقوال ممكن نحن نصردها وعنده العديد من الإنجازات في هذا المجال ولكن خلينا نتكلم عن هذا الاهتمام البالغ بأصحاب الهمم السلام عليكم أولا أحب أشكركم أحب أشكركم أستاذ محمود على هذه الدعوة طبعا المكتب كمكتب خدمات أصحاب الهمم في رعاية الصحية الأولية هو مكتب استحدث جديد تقريبا صار لشهر لكن مبادرة مجتمع مكان الجميع وستراتيجية دبي ذوي الإعاقة موجودة من فترة هي طبعا من منطلق مبادرة مجتمع مكان الجميع التي اطلقت في سرة 2013 اطلقت لجنة العليا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن منطلق هذه اللجنة تم أصدار استراتيجية الأشخاص ذوي الإعاقة طبعا تحت استراتيجية الأشخاص ذوي الإعاقة في عدة محاور هيئة الصحية مسؤولة عن محور الصحة الدامجة تحت هذا المحور في عدة برامج عندنا برنامج الكشف مثل ما ذكرت برنامج الكشف نبكر عن الإعاقة في عندنا برنامج تشخيص وتدخل مبكر في عندنا برنامج إعادة التأهيل برنامج اللي هو الريجستري اللي هو سجل ذوي الإعاقة وبرنامج المنافع وإمكانية إدراج برامج إعادة التأهيل في التأمين الصحي وعندنا برامج إعادة التأهيل لجميع فئات ذوي العقة وهو طبعا هالا الاستراتيج نعمل عليها من تقريبا حاليا سنتين وفي بعض الأشياء مثلما قلت الطبقت والحمد لله يعني بدنا نشوف النتائج لهذه البرامج ممتاز طيب يعني مدى التساقطة الهيئة وبرامجها اللي انت طرحتها من شوية مع الرؤية العامة بشأن ذوي الهمم وهو طبعا مثل ما قلنا الرؤية العامة هو الهدف العام الكبير اللي هو أن مدينة دبي تتحولها مدينة صديقة للأشخاص من أصحاب الهمم بحلول عام 2020 وهيئة الصحة في من ضمن استراتيجية هيئة الصحة ضمت هذه البرامج ضمن استراتيجية هيئة الصحة تعطينا أمثلة دكتورة إذا احضرت شيء يعني شو البرامج اللي انتوا سويتوها وحطيتوها ضمن هذه الخطة مثلا برنامج الكشف المبكر هذا طبعا اعتبر من أهم البرامج لأن أي أول خطوة من خدمات المقدبة لذوي الإعاقة هو الكشف المبكر ممتاز ويكونوا مساوين في أقرانهم هذا موضوع وايد مهم دكتورة أنا أبغي أركز عليه بشكل كبير موضوع الكشف المبكر لأن يعني أحيانا ومو بأحيانا دائما يعني الواحد يوم يشوف يعني بعض التصرفات الغريبة على ولده أو كذا يروح عند الدكتور يقول له والله ولدك عنده بطء مثلا في النطق ولدك عنده مشكلة كذا أولياء الأمور ما يستوعبون هذه المسألة خاصة يعني حتى حتى إذا كانت اليدة موجودة تقول لا لا ما فيه إلا العافية يعني ما فيه ما فيه مشكلة إن شاء الله ما فيه كذا فيتأخرون في عملية أن يدخلون العيال في موضوع الكشف المبكر أو أنه ممكن الأهالي يستوعبون أن الطفل بالفعل عنده مشكلة أو تأخر معين في الاستيعاب في الإدراك في الفهم ممكن هذه الأمور تأثر عليه بشكل أو بآخر حتى توصل على أمراض ممكن الحين بدأت تنتشر الناس بدأوا يشوفونه بشكل كبير مثل التوحد هذه أمراض الواحد ممكن يشوفها كل هذه المسألة دكتورة أنا أبغي أتطرق لها بالتفصيل أبغي أعرف يعني مثل واحد المفروض يخضع أبنه أو بنته للكشف المبكر طبعا برامج الكشف المبكر مثل كشف المبكر عن أي أمراض مثل ما يقولون الوقاية خير من العلاج تبدأ بالبداية بالوقاية لازم الأم لما تكون طبعا تكون حامل من البداية تبدأ أن تهتم بصحتها ما تأخذ الأشياء المحظورة إذا عندهم أي أمراض في العائلة سواء أنت وحد أو أي عاقات ثانية شلل دماغي أو أي شيء تكون حريصة من البداية أنها تراجع عند طبيبة الحوامل تراجع عند الأخصائيين وبعدين لازم الأهل يكون عندهم خلفية خلفية يعني مثل ما نحن مرحبا نحن أحنا فعند certain الأهل اللي يركزون على أنهم يبون الطفل لازم يكون عندهم معلومات كاملة وثقافة تكاملة عن نمو الطفل في أي عمر يتكلم في أي عمر يمشي في أي عمر يمشي يبدأ يفهم يبدأ ينتبه على الأهل يبتسم يطالع يركز لازم يكون عندهم معلومات تكاملة طبعا كل المواليد المالدون يكون لهم كتيبات نمو الطفل اللي هو الكتيبات اللي هو فيها التواريخ التطعيم مثل المفروض يروح الطفل على التطعيم مثل يروح المواعيد لازم الأهل يقرونه بالتفصيل ما يهملونه هذه نحن نوزعه في هيئة الصحة في دبي على كل المواليد طيب طبعا أنا بأخذ هذه التفاصيل أكثر دكتورة بنتكلم حتى الأسئلة التي طرحتها هذه أنا أريد رحها عليك مثل مفروض الولد يمشي متى يتكلم متى ياخذ التطعيمات بشكل عام يعني هذه المعلومات العامة بشكل سريع يعني وموضوعنا الرئيس اليوم لكن من الجيد أن يسمعون ويتعرفون على هذه المعلومات بشكل سريع فاصل بعد الفاصل ما نستكمل الحوار معكم مستمعين الكرام أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريقة رسالة نصية على 4006 وموجودين على انستجرام لايف في حساب نور دبي فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج التي تقدم لكم هيئة صحة دبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم الرائعة إذاعة نور دبي إذن مستمعين موضوع حلقتنا اليوم نحن نتحدث عن خطة هيئة صحة دبي لتمكين أصحاب الهمم من الرعاية الصحية الفائقة خطة تم من خلال استحداث مكتب لخدمات ذوي الهمم في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية تترأس هذا المكتب حاليا دكتورة نطيفة الرستوماني وهي موجودة معنا في السوديو نتكمل معها هذا الحوار دكتورة كنا نتحدث عن التدخل المبكر أو الكشف المبكر هناك العديد من الممارسات الصحية التي تقوم أو تقدمها الخدمات الصحية التي تقدمها هي تصحى في هذا المجال أيضا تحدثنا عن بعض الأعراف اللي يجب على الأهالي أنهم ينتبهون لها أنت تكلمتي المفروض متى يمشي الطفل متى يتكلم متى يبتديفهم فعطينا فكرة يعني بشكل سريع أول شيء متى المفروض يتكلم الطفل يعني مثلا على عمر سنة يبدأ يقول كلمات بسيطة ماما بابا هالأشياء كلمتين ثلاثة بعد مهم يعني مثلا أنه ينتبه مثلا ينشوفه على الأم يده يصيح إذا شاف حد غريب إذا يبغي شيء يأشر عليه يعني الإدراك الطفل هذا الفهم اللي يبتديه ومتى يمشي المفروض دكتورة يعني يقول على يبدأ من طبعا من طفل الطفل يختلف يعني على الأقل من سنة لحد سنة ونص يعني أبرجي بشكل عام الطفل الطبيعي متى مفروض سنتين من سنة لسنة ونص تقريبا المفروض يبدأ يمشي خطوات يبالي يا سلامي أنا متى بديت أرمس وأمشي زين عموما في سؤال كان يتحدث عن يقول عندنا حد من الأهل عمرها خمس سنوات وما تتكلم زين هاي طبعا شيء عرض موب طبيعي لازم الأهل على طول يتوجهون للمركز الصحي أو للطبيب الأخصائي مفروض أن يعمل للطفلة هذه اختبار سمع تأكدون أن هي أصلا عندها قدرة على السمع ويتعمل لها تحاليل معينة ويشوفها الطبيب الأخصائي سواء طبيب اختصاص طب تطوري أو طبيب أخصائي نفسي عساس أن يعمل لها تقييم شامل للطفلة ويشخصون شو المشكلة ويبدون عليها العلاج يعني إن شاء الله السلام عليكم هذا لا هذا كان أيام البث لا والله السلام عليكم لو سمحت شلو هالإعلان ما أوكي موضوع ما لنا علاقة فيه زين أرجو اتصال بي ابنتي من أصحاب الهمم ولدي السفسر عن الجهات المسؤولة عن توظيفهم شكرا أنا التوظيف يعني موضوع خارج اختصاصنا بس خلينا نتكلم ندردش معه شو فيه ميرا زين أعراض التوحد يا دكتورة التوحد طبعا موضوع كبير ممكن حتى بشكل سريع بشكل مبسط ممكن طبعا التوحد يكون الأعراض هو تأخر في النطق في الكلام يكون فيه صعوبة في التواصل الاجتماعي يكون فيه حركات معينة الطفل يكررها حركات نمطية مكررة ممكن ما يكون فيه آي كونتاكت اللي هو تواصل البصري يعني أوكي وهذه مثل واحد أو الأهل ممكن يعني يلاحظون أو الأم بالتحديد هو عندنا في مراكز رعاية الصحية الأولية عندنا برنامج الكشف مبكر عن توحد كل الأطفال اللي بعمر سنة ونص إلى سنتين يعمل لهم هذا الكشف المبكر المركز يسوي أي والمراكز الصحية تعمل هذا الكشف وايد مهم أن الأهالي يعني يلتزمون بهذا البرنامج طبعا عندنا برنامجين للكشف المبكر عندنا كشف المبكر الزامي هذا دكتورة؟ طبعا لكل الأطفال اللي كشف المبكر عن توحد من عمر سنة ونص إلى سنتين عندنا الكشف المبكر عن تأخر النمائي اللي هو جميع أشكال تأخر النمائي في عمر تسع شهور سنة ونص وسنتين أنا أحب أشكر طبعا وحدة خدمات صحة الطفل اللي يقومون بالإشراف على هاي البرامج كلها مجهودة طبعا جبارة ويقومون حتى على تدريب الكادر الطبي من أطباء وممرضين على تطبيق هذه البرامج ويعملون إحصائيات على الأطفال اللي عندهم حالات إيجابية من هالبرامج وايد زين طيب دكتورة يعني في أصحاب الهمم في أعمال التطوير اللي تشهدها هيئة الصحة في قطاعاتها ومستشفياتها ومراكزها الصحية وعياداتها الطبية هذه أعمال التطوير هذه أنا أريد أن أتكلم أين أصحاب الهمم من خلال هذه العملية طبعا على مستوى هيئة الصحة في عندنا أيضا حتى فريق عمل يعمل على تطبيق على تأهيل هيئة الصحة ستكون هيئة صديقة لأصحاب الهمم في برامج طبعا صديقة بس إن شاء الله رح نكون طبعا دائما في مجال نتطور مجال نتطور أكثر يعني إن شاء الله من ناحية مباني مؤهلة طبعا معظم المراكز الصحية مباني هيئة الصحة فيها مؤهلة لإستخدام أصحاب الهمم من ناحية وجود مواقف خاصة فيهم مسارات خارجية من ناحية موافق صحية وحتى المناطق الاستقبال مؤهلة وعندنا حتى لوح دائما إرشادية موجودة في المراكز الصحية وعندنا حتى الموقع الإلكتروني لإهئة الصحة تطبيقات الذكية جميعها مؤهلة من ناحية إننا موجود فيها قدرة على تباين الخط يقدرون يكبرون الخط يقدرون سماع الكلام يعني فيه خاصيا أنهم يقدرون يسمعون الخدام لذوي العاقة البصرية وعندنا أيضا حتى التوظيف مثلا ما ذكر الأخ اللي سأل فيه عندنا سياسة لتوظيف أصحاب الهيمين في هيئة الصحة يعني الريال هذا حين بنت تدور شغل بتوظفونه؟ ممكن تقدم على www.dha.gov.ae أيوة ويتوصلون معي تشوفون شو المؤهلات اللي عندها شو الخبر اللي عندها وطبعا يكون لها حق مثل أي شخص ثاني إنها تحصل على الوظيفة المناسبة ها ميرا اتصالتي في الريال؟ ها بيطلعوا يا أنا على هو؟ ما سمعت اهي انزيل عيسى خبرني شو اللي تقول ميرا انزيل إذا بيطلعوا يا أنا على هو ولا خبرني انزيل طيب حاليا دكتورة عندك حصايات وأرقام عن عدد الأشخاص من دوي الهيمة في الهيئة اللي يشتغلون معانا؟ اللي يشتغلون معدادهم بكبيرة يمكن تقريبا 20 إلى 25 شخص حاليا ونحن إن شاء الله نعمل على أن يكون عندنا حالات أكتر طبعا حسب اختصاصهم حسب المؤهلات اللي عندهم ونحاول ندخلهم في كل المجالات طبعا المستمع اللي بعثت لنا الرسالة عن بنتها يعني كنت أتمنى أنها تكون معانا على الهوة بس هي عند تحفظ أنه يطلع على الهوة لكن كنت أنا بغي أسأل عن تجربة هذه تجربة أن الواحد يكون ابنه من ذوي الهمم أو بنته من ذوات الهمم وكيف يتعامل معهم هل هي مسألة صعبة سهلة نفسية نفسها دكتورة يعني للأمانة أنا عندي العديد من الأصدقاء من ذوي الهمم أقعد معهم أستمتع بالقعدة معهم أستمتع بالحديث معهم أستمتع أيضا بتطلعهم للحياة عندهم إنجازات كبيرة حققوها يمكن حتى لا أقول الأسوية لأن دائما الفكرة دكتورة أنا بالنسبة لي الإنسان السوي هو الإنسان المنجز وهذه الأصحاب إنجازات فهما يعني أبطال أكثر حتى من الناس العاديين فأبغى تحدثني الأهالي كيف المفروض يتعاملون مع هؤلاء الأشخاص طبعا الأهل من أول ما يكونوا يكتشفون أنه في عندهم شخص في العائلة الدربون هم أنتو؟ عندنا يعني مراكز إعادة التأهيل تقوم ببعض برامج تدريبية وبعض المحاضرات التقيفية واللي هو سابورت جروبس اللي هي خاصة أصحاب هما بس في بعضها موجود في بعضها إن شاء الله ضمن الخطة عندنا نحن نطبقها إن شاء الله بس وايد مهم من الأهل اللي يطاقفون نفسهم من أي مكان من سواء يسمعون من اللي عندهم خبرة في هالمجال أو من الأخصائيين اللي يدخلون بالتفصيل في حياة هذا الشخص ذوي هما طبعا لما نحن نقول مصطلح شخص ذوي هما صح أن يكون عندهم عاهات طويلة للأجل سواء بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية لكن ما في شيء يمنعهم سواء بس إحنا نشيل بعض الحواجز مثل ما تقول بعض الحواجز سواء مسار أو خاصية معينة لأنهم يقدرون ينتجون في المجتمع يعني بالضبط ها يعني هذه مسألة مهمة أنا بعض الأمور اللي ممكن إذا وفرتها حق الشخص هذه مارس حياته بكل طبيعية طيب نرجع نتكلم عن برنامج الكشف المبكر عن الأمراض دكتور شو يعني تدخل المبكر والكشف المبكر شو فرق بينهم تغريبا الكشف المبكر هو أنت تكتشف أنه في مشكلة أو في تأخر معين طبعا هاي أول خطوة ومو معناته أنه في مشكلة يعني في تأخر أو في تشخيص معين هو بس يكشف لك أنه في مشكلة لازم أنت تعمل عليها بعد الكشف المبكر تأتي مرحلة التقييم والتشخيص يحول الطفل لأخصائي يقوم بالتشخيص بعمل تحاليل معينة وتقييم معينة بعد هالمرحلة تأتي مرحلة تدخل مبكر تدخل مبكر هو مرحلة يعني مثل برامج إعادة تأهيل وبرامج علاج نطق علاج وظيفي علاج فيزيائي تكون مكثفة خصوصا في مرحلة الطفولة المبكرة لحد عشان أهل هذا الطفل أنه يقدر يدخل مدرسة يعني يعني يوصل للمرحلة المفروض يكون فيها مساوة بالأطفال في هذا العمر يعني طيب أيضا دكتورة يعني مسألة تمكين ذوي الهمم يعني في الكثير من المبادرات اللي طلعت في هذا المجال سواء حتى سيد صاحب اسمه الشيخ محمد براشد المكتوم نابرأس الدول الرئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله يعني كان في أكثر من ملتقى أو في أكثر من مناسبة كان يشدد على أن هناك سياسة وطنية لتمكين ذوي الهمم وهو يعني وتم تغيير اسم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة إلى ذوي الهمم بناء على يعني الرؤية الثاقبة لهذه الفئة من المجتمع أنهم هم من أصحاب الهمم شو يعني أنا صاحب همه؟ يعني أنا إنسان منتج أنا إنسان معطي في هذا المجتمع فحد يتحدثني دكتورة ممكن يقول طيب شو المفروض علينا نحن كأفراد في المجتمع أن نسوي لدعم هذا الموضوع مثل ما قلنا مهم البرامج التثقيفية طبعا المعروف عالميا أن الأشخاص من ذوي الإعاقة تقريبا 15% بالمئة بالمجتمع يعني أي واحد مننا وبين جذكتورة أي واحد مننا ممكن يكون معرض أن يكون عنده إعاقة يعني لا سمح الله يعني الله يكافي الجميع الشر والله يعافينا يعني لكن الفكرة أنك أنت يعني لا تستهين بقدرات هؤلاء الناس هذين قادرين أنهم يعطون للمجتمع أكثر مما أنت تعطي حتى وعندهم تخصصات معينة دكتورة مبدعين فيها طبعا فحد يتحدثني يقول السلام عليكم هذا بس في دبي ولا في جميع مناطق الدولة البرامج هذه أنا متأكدة أن كل الإمارات تشتغل على برامج معينة لكن هذه المبادرات والبرامج اللي هي خاصة بإمارة دبي طيب دكتورة تمكين دوي الهمم أنت تحدثتي أن هناك العديد من الخطط في هيئة الصحة لتمكين دوي الهمم خلينا أن تستعرض بعض المشاريع والقصص قصص النجاح اللي ممكن تشفتوها من خلال مكتب الخدمات الإنسانية أو من خلال وجود بعض البرامج أنا ما تطرقت لها هو يعني مثل ما قلنا في برامج تحت المبادرة المجتمعية ومبادرة استراتيجية دبي لأصحاب الهمم عندنا مثلا سياسات الصحة الدامجة اللي هو طبعا هذه السياسة في المراحل النهائية أنه تضمن أن جميع الأشخاص من أصحاب الهمم يحصلون على حقهم في الصحة الدامجة في خدمات الصحية في عادة التأهيل على قدم المساوى مع الأشخاص الآخرين عندنا نموذج متكامل للرعاية الصحية والاجتماعية للأشخاص ذوي الهمم وعندنا أيضا نعمل على نظام تشخيص شامل وتطبيق تصنيف علمي يعني يكون فيه تصنيف لأصحاب الهمم بختلف المجالات ومثل ما قلنا نعمل على برامج منافع برامج إعادة التأهيل من مكان لأنه تدرج في التأمين الصحي وعندنا برامج مثل ما قلنا عن الكشف مبكر عندنا برامج التشخيص والتدخل المبكر نحن حاليا نعمل على برامج للتدخل المبكر إن شاء الله راح نعلن عنها قريبا يعني وخدمات أيضا صحة نفسية خدمات إعادة التأهيل لجميع فئات جميع الذوي الهمم من جميع التشخيصات ومن جميع العمار أيضا طيب أنا يعني هنا يعني بشدد على العديد من البرامج اللي أطلقها سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في هذا الإطار يعني لما أطلق أصحاب الهمم بدلا من ذوي الإعاقة هذا الأمر يعني كان مصاحب لتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية يعني بالنظر والعمل على تسهيل واعتمادات خدمات مخصصة لدوي الإعاقة ما أدري أنتوا شو سميتهم هنا في مكتبكم كان مسؤول خدمات أصحاب الهمم مثلا إذا ما تكلم أنه مثل ما أنت طرقت أنه هناك مسار خاص ونعلك وضع معين لأصحاب الهمم إذا زاروا بعض مراكزنا التخصصية صح هذا الكلام؟ أيوة صح أيضا دكتورة أبغي أتحدث عن بعض المشاريع المستقبلية اللي أنتوا حاطينها أو الخطط المستقبلية اللي أنتوا حاطينها لدعم هذا التوجه مثل ما قلنا غير تأهيئة المباني طبعا مشكورين أشحب أشكر قسم الهندسة عندنا في هيئة الصحة يعملون على هذا البرنامج وعندنا أيضا برامج تدريب أنا سمعتها بس يأتينا عشان بس يكون مستوهل مايك يعني دكتورة تحضرين وعندنا برامج تدريب للكوادر الصحية وجميع موظفي هيئة الصحة عندنا برامج تدريب موظفي هيئة الصحة لكيفية التعامل مع الأشخاص من أصحاب الهمم كيف يتعاملون معهم كيف يستقبلونهم وعندنا أيضا برامج أيضا مبادرات بالتعاون مع شراكات أخ يعني مثلا مؤسسات تعنى بأشخاص أصحابهم مثل جمعية متلازمة داون جمعية الإمارات للتوحد المراكز الخاصة التي تعنى بذوي الإعاقة مثل مركز زبلي التوحد المراكز الخاصة يكون في عندنا معهم شراكات سواء بتقديم خدمات صحية لهم أو أنه بالتعاون معهم نقوم بحملات توعوية نقوم ببرامج معينة طيب دكتورة يعني بتكلم الحين على نمط الحياة الحالي اللي نحن نعيشها للأسف ما أدري يعني هل النمط اللي قاعدين نعيشها كاعد يساهم في وجود بعض الحالات أو الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى يعني دخول الطفل في اضطرابات ذهنية أو اضطرابات عقلية أو اضطرابات جسدية لا سمح الله وشو هي الممارسات اللي مفروض الأهل ينتبهون لها ويبعدون أطفالهم عنها طبعا بعض الصعوبات التعلم أو التأخر النمائي من توحد من فرط حركة أو من شلال الدماغي وهالأنواع تكون بسبب سواء بسبب مشاكل صحية التهابات تصيب الأم أثناء الحمل أو بعد الولادة فلازم تكون حريصة على صحتها مثل ما قلنا وبعض الممارسات بعد ما الطفل ينولد يعني مثلا الأطفال اللي يسمون بفترات طويلة الدام التلفزيون أو الآيبادات مفروض يعني الأهل يحدون من هالفترة والله هذا أنا يعني أشوفه كسل من قبل أولياء الأمور في هذا المجال بس الطفل هادي يقعد في مكانه غلط الطفل إذا قعد في مكانه غلط دكتورة صح المفروض متحرك ويركض ويلعب طفل لأن الطفل لازم يتحرك بس أنت تحافظ على سلامته أثناء التحرك هذا خلينا نأخذ هذه المداخلة من عدنان تفضل يا عدنان السلام عليكم أخويكي بالحال يا هلا يا سيدة تفضل الله يبالك فيك بس حبيت أشارك الدكتورة في مجال أسألك أسألك مسؤال دكتورة بالنسبة للبرامج يتكلم عنها في حالة تأهيل معاقين هل تشمل للوافدين أو بس المواطنين سؤال الثاني سؤال الثاني ابني عنده منذ الولادي عنده صراع كهرباء فراس وزيدة وعنده فرط حركة وعنده تؤخر نموه الحقيقة يعني عاجبه مستشفى لطيفة هنا عند دكتور عصاب وعم بوخذ أدوية طبعا للصراع والأموراي بس طبعا لأنه هو ما بتكلم الحقيقة عنده عشر سنوات ما بتكلم بعض الكلمات الخفيفة فحطيته في مراكز تأهيل بعجمان والشارجة فراحة المبالغ فارضة مكلفية عم بكت عليه أربعين أربع سنة عم بيوخذ عليه في السنة فعليا أنا وقفته والله أنا دخلته سنتين ثلاثة والحين بالبيت جالس الولد وعنده فرط حركة الولد زيادة عن اللزوم فهل في مجال أنه في مؤسسات حكومية ممكن تتبنى لها الولاد يعني أو يعني ولا بسنا المواطنين هاي البرامج سلموا عنها يعني نزيل في بعد سؤال عدنان فإني طبعا عنده عنده أعاقة يعني أنه يعني أعاقة جزيزية واضح بس بمشي عادي واضح يعني مشي ومش عادي يعني وعنده تأخر في النمو وفرط حركة والأمور هاي يعني واضح شكرا لك يا عدنان تسلم يا صديقي الله يخلي الله يسلم أسمع من التليفون ولا من الراديو أسمع من من الراديو الراديو بس وطي إذا بتكون على التليفون وطع صوت الراديو أو العكس بس عموما عموما عندي دقيقتين عدنان خلنا نرد على هذه الإجابة ونختم الحلقة باستفسارك شكرا لك عدنان طيب دكتورة يعني في البداية هل البرامج المطروحة حاليا في هيئة الصحة في دبي هي خاصة فقط بالمواطنين أم المواطنين والوافدين هي خاصة في الكل طبعا بس نحن نتبع قوانين الهيئة من ناحية الرسوم والأشياء تأمين الصحي وغيرها أيضا الأخي عدنان كان يتحدث أن ابن يعاني من الصرع فرط حركة صعوبة النطقة والكلمات عندها خفيفة وكان يتكلم عن مسألة يعني بالفعل قد تصادف الكثير من الأهالي اللي عايشين على هذه الأرض الطيبة فيتكلمون عن أن العلاج دكتورة مكلف خاصة في هذا المجال يعني مجال ذوي الهمم فغيرنا نتكلم عن هذا الموضوع دكتورة هل في عندنا مراكز تأهيل أو في على حد علم ندري أن هذا مو تخصص جعني لكن بس نتكلم بشكل عام بما أنك أنت مهتمة في هذا المجال شو تنصحين من أخي عدنان أن يتصرف مع ولده طبعا أنا أوجه للشكر للأخي عدنان طبعا الاهتمام به الطفل وعلى أنه دخل مراكز عادة تأهيل وهتم فيه ماذا قال أنه وقفها لحين هو لازم يطرقون كل الأبواب دائما الأهل اللي عندهم أطفال من أصحاب الهمم يواجهون تحديات كبيرة تحديات في الكشف المبكر تحديات في دخول مدرسة تحديات في عادة تأهيل تحديات في العبع المادي يعنيها معروف عالميا فأنا أنصح أنه هو ما ييئس يود توجه للجمعيات اللي يعرفها القريبة منه لمراكز بعض المراكز اللي يتقدم هالخدمات يكون عندها برامج للمحدودية الدخل يعني يساعدونه فيها أنا عارف في مراكز يتقدم هالخدمة فلا ييئس يطرق جميع الأبواب يتوجه يعني ما يحاول قد ما يقدر يعني حصل هالطفل بعض برامج عادة تأهيل وما يلس في البيت جميل ميرا يعني خذي لي رقم الأخ عدنان خلينا نحول تلفون على يعني مكتب الخدمات الإنسانية عندنا في هيئة الصحة في دبي إذا كان في مجال السادس سالم باللاحج ممكن يساعده بشكل أو بآخر ممكن ندخله في برنامج أنا أتمنى في هيئة الصحة الدكتور بما أنكم أنتم موجودين هنا أن مثل هذه الحالات يتم التعاون ما بين هذا المكتب ومكتب الخدمات الإنسانية لي إيجاد مشروع معين ممكن تتبنوا فيها مثل هذه الحالات يعني هذا كاقتراح ممكن تستهدم ما أدري إذا يمكن مطبق حتى هو طب مثل ما قلنا المكتب استحدث حديثه بس إن شاء الله يعني هالاقتراح جدا يعني راح نحطه في بالنا في الخطة ونحن في بالنا يعني أننا نتعاون مع مكتب الخدمات الإنسانية إن شاء الله أزاكم الله خير دكتورة ما قصرته وسعيدين جدا بوجود مثل هذا المكتب يعني هي خطوة للأمام يعني البارحة خبرونا عنه فقلنا لا يعني محروضا أننا نحن نسلط الضوء على هذه المشاريع ونسلط الضوء أيضا على هذا الموضوع فسامحونا نحن خصصنا الحلقة كلها لهذا الموضوع لأهميته فكل الشكر للدكتورة لطيفة الرسماني وندير مكتب خدمات ذوي الهمة بقطاع الرعاية الصحية الأولية شكر لكم مستمعين الكرام شكرا لك عيسى سبيل مخرجنا وشكرا لك يا ميرا الاخفلي وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العري وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم في القتام دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة